خلينا نروح بقى حضراتكم بعد كده وننتقل شوية لقرة القدم الإنجليزية اللي أعلن فيها اتحاد كرة القدم الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي أيضا كان فيه هناك بقى أعلنوا تدابير جديدة للموسم الجديد لمعالك جيد طبعا حضراتكم عارفين السلوكيات المعادية الموجودة شوية هناك والتشجيع العنيف يعني معروف عن المشجعين الإنجليز تحديدا وعندهم بعض الأعمال اللي بتبقى موجودة اللي شهدت كمان مؤخرا في ملاعب كرة القدم عندهم وده كان وفقا لبيان رسمي ده مش كلام متداول ده بيان رسمي كان عبر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي قال إن فيه حزمة إجراءات حتشمل إيه بقى أولا دخول الملعب بدون إذن أو استخدام قنابل الدخان أو الألعاب النارية رمي الأشياء تعاطي المخدرات السلوك التمييزي البيان قال إنه حيتم بإبلاغ الشرطة عن جميع المخالفين وإن أي شخص حيدخل الملعب واللي بيحملوا أو بيستخدموا الألعاب النارية أو القنابل يعني الدخانية حيحصلوا على حظر تلقائي للنادي ويمكن أيضا كمان تمديد الحظر ده عشان يشمل الأباء والأوصياء كمان على الأطفال اللي حيشاركوا فيه الأنشطة اللي من نوع ده والقرار ده مفروض أنه هو رد فعل بعد عدد من الحوادث الكتير جدا اللي كانت في نهاية الموسم الماضي واللي احنا عرضناها بالمناسبة هنا يعني ومنها الاعتداء كان طبعا على بيلي شارب لعب شيفلد يونيتد واللي كان حدث كبير جدا وعلى السوشيال ميديا كان واخد رواق بشكل كبير وكمان تعرض باتريك فييرا مدرب كريستل بالس لمواجهة كان فيه مواجهة مع أحد المشجعين طبعا مشجعي أفريتن وقتها وعلى كل حال يعني دي الأحداث المهمة من المقارن مفروض أن تدخل القواعد الجديدة ده حيز التنفيذ الموسم ده قريب جدا وعتقد دي إجراءات كلها سليمة وعتقد دي إجراءات كان لابد منها لأن احنا أكتر تاني أكتر جماهير عنيفة هي الجماهير الإنجليزية وأحداث كتيرة جدا شغب كانت بتحصل وشهدناها وتكلمنا عنها فكويس إن مؤخرا أصبح هناك فيه زي ما بتقال كده إجراء على الأرض بيتخذ علشان مش سلوك أو سلوك يليق أيضا أو أصلا بكرة القدم يعني في الأول في الآخر مش بس كرة القدم الإنجليزية